مشاهدينا وحول مشاركة رئيس الوزراء في المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية معنا الآن مستشار رئيس الوزراء المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية الأستاذ محمد النجار أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم بالبداية نسأل عن مشاركة العراق وأهمية مشاركة العراق في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياضة تفضل السلام عليكم شكرا جزيلا لكم سلام مشاهديكم بالحقيقة أنتم لحظوا النشاط بالفترة الأخيرة نشاط كبير جدا من دولة الرئيس الوزراء لأنه العراق بلد جديد على الاستثمار فصار تكثيف لجهودنا في الدعوة للكثير من الدول والشركات للاستثمار بالعراق الرحلة يوم أمس أو زيارة كانت تتويج لهذا العمل يشارك في هذا المنتدى عادة الكثير جدا من أصحاب القرار من الشركات من الدول اللي لها دور كبير جدا في الدخول في العراق أو رح يكون لها دور مهم في الدخول في العراق ذهابنا يوم أمس كان مركز على ثلاث أربع مواضيع رئيسية اللي هي الطاقة والزراعة والتكنولوجيا المعلومات هذه الزيارة أيضا شملت لقاءات سياسية وتم طرح الكثير من الملفات الاقتصادية في هذه اللقاءات طيب نتحدث عن الاهتمامات الثلاثة الزراعة الطاقة والتكنولوجيا المعلومات ما هي رؤية العراق فيما يتعلق بالاستثمار بالتحديد وكيف ينظر إلى المستثمرين السعودين في هذه الجوانب بالتحديد نعم كما ذكرت العراق بلد جديد على الاستثمار بمعنى آخر احنا بلد لم نكن ندعو الاستثمار سابقا والآن بدينا نتنافس مع الكثير من دول العالم بدعوة المستثمرين للخدوم إلى العراق هذا الشيء الأول هناك من سبقنا في هذا العمل احنا في بعض المرات نذهب نتعلم كيف يدعون المستثمرين ويغنعوهم بالمجيء العراق عندها فرص كبيرة ونعيد بها ونقول أنه أكثر من 400-450 مليار دولار مشاريع ولكن هذه المشاريع حال حال أي شيء آخر يراد للتسويق جزء كبير من عملنا أنه نسوق هذه المشاريع ونتنافس مع الدول الأخرى لجذب رؤوس الأموال بالنسبة إلى ذهابنا في المملكة المملكة لها جيران هناك تشابه بالذوق بالسوق بالكثير من الأمور فدخول منتجاتنا لهم والعكس يكون أسهل من غيرها وهناك رغبة شديدة من قبل المستثمرين السعوديين بالدخول وتوسعة عملهم ضمن العراق التجارة موجودة ولكنه سوق العراق الكبير الآن 43-45 مليون يحتم في بعض الأحيان على إنشاء المصانع في العراق لذلك من ذهبنا هذه المرة لم يكن فقط تركيزنا على المملكة العربية السعودية هذا مؤتمر دولي ومنتدى دولي وشاركنا أيضا في دافوس بنفس المؤتمر وهي نفس الجهة المنظمة التقينا في خلال مشركات سعودية وغير سعودية لكن عندما نتحدث عن الاستثمار بشكل عام صحيح أن الموضوع لا يقتصر على السعودية فحسب نتحدث عن مؤتمر عالمي منتدى عالمي عبوا لكن إذا نظرنا إلى أهمية التقارب الجغرافي الاقتراب حتى في الذوق مثل ما وصبته وقطعنا شوط مهم فيما يتعلق بالتعاون في المجلس العراقي السعودي اللي تم التأسيس إلى من سنوات عدة أسأل هنا عن أهمية العلاقة العراقية السعودية في موضوعات الاستثمار حقيقة المستثمار السعوديين مروا بتجارب العراق أي بمعنى آخر اليوم نتكلم معهم يقولون نحن عدنا شفناها بالسعودية سنة 2000 شفناها بالسعودية 1999 هذا يسحل عملية بالنسبة إنا لأنه يفهمون اللغة والمعاناة اللي نعيشها نحن في العراق عدنا الكثير من صح نحن بلد عمره 7000 سنة وأقدم بلد بالعالم ولكن في واقع الحال نحن الآن بلد أرض خضراء للكثير من المشاريع وخصوصا أساليب الإدارة الحديثة نحن نجمدنا حوالي 43 سنة العالم طفر في أساليب الإدارة ولكنه مع الأسف نحن ما تطورت هذه الفترة إذا تلاحظ إمكانيات العراق وشون أنا ذكرت أمس في لقاء مع العربية إنه الاقتصاديا واحد يكمل للآخر أكو هناك السوق الواعدة في العراق الإمكانيات وأكو رأس المال في السعودية وأكو الإمكانيات في الإدارة ولكن في نفس الوقت لازم نذكر شيء العراق بلد غني العراق ليس مثل بقية بلدان اللي هي محتاجة الوقت كله فقط استثمار نحن نحتاج أيضا نظم إدارية نحن نحتاجين خبرة المستثمر نحتاجين علاقة المستثمر هذه الأشياء اللي نسعى برؤيتنا المستثمر نحن نباعة فقط على قد المبالغ اللي يدخلها هذا شيء هناك كثيرا ندخلون مبالغ ولكن القيمة الحقيقية بالمستثمر إذا تفعل معنا بشكل صحيح ليس فقط لفلوس أما خبرت الإدارة قدرت على تدريب الشباب عندنا قدرت على خلق فرص العمل رغبت بالتوسع هذه مهمة جدا في اختيار المستثمرين طيب أستاذ محمد تحدثت عن النظم الإدارية الحديثة يعني بعد زيارة واشنطن ومشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي أين أصبح موقع العراق الآن في الخارطة الاقتصادية؟ نحن الآن نصعد إذا ترسميه كجدول بياني أو رسم بياني نحن بدينا نصعد نحن بدأ جهودنا من سنة ونصف تقريبا في نقل والصورة عن العراق بدل من بلد بحروب ومأساة ومشاكل إلى بلد ب450 مليار دولار مشاريع هذه سنة ونصف ودا نواجه بيها زخم هائل من 43 سنة عن صورة سلبية عن العراق فخلال السنة ونصف الماضية والدليل على هذا اليوم اكتبي عراق في القوجل شوف الصور اللي تطلع أغلبها بعدها صور حرب لكنه الآن بدينا نشوف لا صور الجانب الإيجابي من العراق فإحنا نقدر نقول بدينا على الخط البياني الصحيح الآن ممكن أنه نصعد إحنا أسرع من غيرنا لعدة أسباب السبب الأول هذا بلد بإمكانيات أولا عدنا قدرة شرائية عند المواطن الشيء الثاني مساحتنا جغرافية كبيرة جدا فتسمح أنه يكون للشركة عدة فروع وعدة فعاليات هذا الشيء الثاني الشيء الثالث عندنا قدرات بشرية هائلة 60% من مواطنين هم شباب يعني هس رح يبدون يشترون هس رح يبدون يأثثون هس رح يبدون يأخذ بيت وهكذا الاحتمالية أن السوق يكبر مهولة مننا العشر سنوات فقسم منهم يجي استثمر الآن وقسم منهم ينظر بعد خمس سنوات شنو السوقنا رح يكون وبعد عشر سنوات شنو السوقنا يكون طيب المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية الأستاذ محمد النجار أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا